صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 72 لسنة 2013 بجان تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين وتضمن القرار تعديل رسوم التسجيل للعضوية ورسوم الاشتراك السنوي للغرفة بحسب ما نص عليه القرار